اهلا وسهلا بكم انا المهندس حنان عوقد ومن ضمن الدراساتي كانت درجة مجلسير وركزت فيها على علوم القيادة المؤسسية وفي علوم القيادة المؤسسية جزء كبير اوي 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 مرتبط بالتحفيز وقدرات المدير على انه يحفز الاخرين ومش بس كده قدرته ان هو يحفز نفسه وبصراحة الشغل اللي انا اشتغلته في الموضوع دو والدراسة اللي درستها افادتني كتير جدا جدا بان انا اطلعت على مفاهيم مختلفة وامور مختلفة لكن قدرتي الخاصة في ان انا افعل هذه العلوم في حياتي الشخصية وفي حياة الناس اللي انا بدرهم او اللي انا بتعاملهم او اللي انا بنصحهم او بتكلم معاهم دي اعتقد انها كانت استفادة عظيمة جدا 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 ومن فترة كنت عاملة برنامج عن مهارات التحفيز الذاتي استندت فيها على طبعا علوم القيادة وعلوم التحفيز وقلم النفس وكمان العلوم العصبية لان طبعا ده يعني مجال بقى فيه تطور كبير جدا 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 في ان انا حط برنامج ازاي ان احنا ممكن نحفز انفسنا والبرنامج ده كان فيه جزء كبير اوي عن شغل عمله العالم ابراهام ماسلو ومشهور جدا بهارم ماسلو وهتلاقوا ان فيه معلومات كتير اوي عنه ولكن عادة بيستخدم في ازاي نحفز الاخرين لكن انا من وجهة نظري ان هذا العمل ممكن كمان نستخدمه في ان احنا نحفز انفسنا وتكلمت في البرنامج ده على ازاي نستخدم هارم ماسلو في ان احنا نحفز انفسنا والنهاردة عايزة اشرح تاني واكد تاني على الموضوع ده لان جاي لي اكتر من سؤال حوالين هارم ماسلو وازاي نستخدمه في تحفيز انفسنا في اسئلة في الكونسبت نفسه في المفهوم نفسه وفي اسئلة بتتعلق انا مش عارف استخدم الاداة اللي انتي قلت عليها ان انا احفز نفسي فالنهاردة هتكلم معاكم بالتفصيل عن هارم ماسلو وازاي ان احنا ممكن نستخدمه في تحفيز انفسنا هارم ماسلو بيأكد على نوعين من الاحتياجات احنا محتاجينهم علشان نشعر بالحافز الداخلي والحافز الذاتي ان احنا نمضي في الحياة ونحقق الحاجات اللي احنا عايزين نحققها الاحتياجات دي هو قسمها لنوعين احتياجات نقص واحتياجات نمو احتياجات النقص بمعنى اني مش هقدر احس بقيمتها الا اذا نقصت في حياتي لكن وجودها في حياتي هيخلي فيه نوع من التوازن والاستقرار لكن قيمتها الحقيقية مش هاعرف الا اذا نقصت في حياتي ساعاتها هيبقى فيه خلل كبير قوي ومش هقدر اعيش حياتي بدون هذه الاحتياجات نوعية الاحتياجات الاحتياجات التانية هي احتياجات نمو يعني بفكر فيها لما بفكر ازاي انمو كانسان الاربع مستويات الاولى اللي بتصنف على انها احتياجات نقص بدايتها طبعا احتياجات فيسيولوجية يعني الاحتياجات اللي بتبقيني على قيد الحياة زي الاكل والشرب والنوم والهوى النوع التاني من الاحتياجات هي احتياجات الامان سواء الامان الجسدي الامان الوظيفي الاستقرار ان انا يكون لي مقوى بنام فيه وبعيش فيه النوع التالت من الاحتياجات هي الاحتياجات الاجتماعية ان انا احس ان انا فيه مجتمع هبنتمي اليه ان انا عندي اصدقاء ان انا عندي عيلة ان انا عندي شريك عاطفي النوع الرابع من الاحتياجات هو احتياجات الانا او الايجو او بنسميها باللغة عندنا لما ترجموها في اللغة العربية سموها احتياجات التقدير وهنتكلم على كل لفل من الليفلز دية بالتفصيل وازاي بقى نستخدمها ونعكسها على حياتنا علشان نحفز نفسي بنفسي المستوى الخامس واخر مستوى خالص فيه هرم مصنو وهو اللي حط فيه اللي هي احتياجات النمو هو تحقيق الذات ازاي انا بحقق نفسي ازاي انا بيكون لي بصمة ازاي بيكون لي تأثير ازاي بابدع ازاي بحس ان انا كل يوم بنمو وببقى احسن من اليوم اللي قبل منه لكن فيه نقطة مهمة جدا جدا في هرم مصنو اني مقدرشي اطلع للمستوى الاعلى بدون ما يكون استوفيت المستوى الاقل خاصة في الهرم في الجزء من الهرم اللي يخص احتياجات النقص لو انا عندي احتياج من هذه الاحتياجات ناقص عمري ما هيكون عندي الحافز ان انا انمو او ان انا اطور نفسي او ان انا اوصل اكبر قدر من تحقيق امكاناتي الكاملة لو فيه جزء من الاحتياجات في المستويات الاربعة الاولانية ناقص هيبقى فيه خلل هيبقى فيه عدم توازن هيبقى فيه عدم رضا شديد جدا جدا عن جودة حياتي هو ده اللي بيعجبني بصراحة في هرم مصنو انه انه عملي فعلا ما تقدرش تكلم واحد على حق ذاتك حس بنفسك الا لما يكون مستوفي يعني الليفلز الاربعة الاولانية الناس اللي بتتكلم على حرية التعبير حرية التعبير لوجري ما بيطلبش بيها غير اللي مستوفي الليفلز الاربعة الاولانيين ف تعالوا كده نمسكهم واحد واحد ونطبقهم على انفسنا اول ليفل هو الاحتياجات الفيسيولوجية اني ااكل اني اشرب اني اتنفس هوا اني انام دي الاحتياجات الاربعة غالبا اللي بنتكلم عنها عشان ابقي نفسي على قيد الحياة لما بيبقى فيه خلل في هذا المستوى بيأثر على المستويات اللي بعد كده بيأثر على رضاية عن حياتي للأسف بقى احنا ممكن نكون بناكل اكل كتير لكن مش دو جود عالية فبالتالي بيأثر على احساسي العام بالرضا حتى لو انا مش مدرك ده فنشوف ايه الاكل اللي احنا بنكله ايه مكوناته بنجيبه منين مليء بالمواد الحفظة والحاجات اللي بتعمل سبايكس في الطاقة يعني ومضات كده ونبضات في الطاقة مش حقيقية اللي هي طاقة زائفة نبص لجودة نومنا يا ترى انا بصحة من النوم نشيط ولا بصحة من النوم تعبان كان فيه طفلة نصيفة قوي بيسألوها ايه اللي بيحيارك في عالم الكبار بتقول انا بستغرب ليه بيصحوا من النوم مش مرتحين وده فعلا لان لازم النوم يكون فيه راحة فلما نقوم من النوم وإحنا مش مرتحين معناه ان فيه خلل في عملية النوم اما ان احنا بننام في وقت متأخر قوي او ان المكان اللي احنا بننام فيه ما فيهوش تحوية كويسة او ان المكان مش مهيق كويس للنوم او ان انا بفكر فبيتقطع دورات النوم خلال الليلة احنا مفروض نعمل ثلاث دورات من النوم تقريبا مدة الدورة الواحدة بتبقى تسعين دقيقة وبتتراح ما بين النوم خفيف وبعدين بدخل في نوم العميق فلازم على اقل نعمل ثلاث دورات من الدورات دي خلال الليلة ممكن نكون ما بنعملش ده ممكن اكون ما بشربش مياه كفاية الكلام ده هو شكله عبيد قوي وشكله يعني ده بسيط قوي فعلا لان علشان اجد جوايا الحافز اقوم اعمل حاجة فانا محتاج طاقة فلو جسمي مفتقد لهذه الطاقة مش هقدر اقوم وعمل الكلام ده فبدل ما افسر الوضع على ان انا مفتقد للطاقة اللازمة عشان اقوم بعمل ما افسرها ببساطة ان انا ما هنديش حافز وممكن ما تكونش دي الحقيقة اطفال كتير جدا مش قادرين يذكروا مش قادرين يركزوا في المذاكرة بتاعتهم واخدين دراستهم بجدية لان اكلهم مش كويس نومهم مضطرب ما تعودوش ان هم يشربوا مية وما بنعلمهمش ان هم يشربوا مية الليفل التاني بقى هو احتياجات الامان ان انا عندي بيت حاسس فيه بالامان فلما يبقى فيه خلل في البيت ده لما يبقى في البيئة الفعلية المادية في البيت ده ولما يبقى مكركب لما يبقى متوسخ لما يبقى مكسر لما يبقى يعني مليء بالحاجات اللي بتخنقني ما هو ما هو برضو بيقود احساسي بالامان والاستقرار في البيت لما كون كمان فعليا مش آمن على البيت وعلى الممتلكات وعلى الامن الجسدي يعني ازاي اطالب مثلا سيدة ان هي اتحقق ذاتها وهي مثلا فيه عنف اسري في البيت ازاي نطلب من طفل انه يتعلم وينجح ويبقى كويس ويبقى نفسياته سوية وهو بيتعرض للضرب اشكال والوان الحاجة التانية كمان الامن في العلاقة مش بس امن جسدي فيه كمان امن نفسي ان انا احس ان انا مقدرة من جوزي ان هو بيحبني ان هو مش بيعمل حاجة بتأذيني او نفس الحكاية بالنسبة للزوج او نفس الحكاية ما بين الاباء والامهات واولادهم هل ابني امن من غضبي من عقابي من ردود افعالي المبالغ فيها احيانا ده بيعمل اضطراب في نفسيات اطفالنا وفي نفسياتنا احنا كمان لما نبقى موجودين وسط ناس احنا مش قادرين نتنبأ بردود افعالهم لما نيجي نعمل حاجة معينة او لو غلطنا هيتعمل فينا ايه او الكلام ده كله او او لو دخلنا في موقف حرج ازاي حيتم معالجة هذا الامر احساسي من جوه بالامان والاستقرار فنفكر انا هنا هل انا منتمي لمجموعة من الناس اللي بنفكر نفس التفكير اللي بنحلم نفس الاحلام اللي بحس ان رأي مقدر وسطهم ان لو غبت هيسألوا علي لو هذا الجزء فيه خلل في حياتي النصيحة الاحسن اللي انا جربتها اعطي ما تريد ان تحصل علي لو انا بدور على الحب احب الناس هيحبوني ويمكن دي حتى كمان دراسة عملوها في حضانة ما بين الاطفال الصغيرين وشافوا مين اكتر طالب من الطلاب دول محبوب في الكلاس بتاعه وابتدوا يعني يعملوا انتربيوهات مع الاطفال ويحللوهم هل هو اللي شكله حل هل هو اللي بيتكلم كتير هل هو اللي بيلعب هل هو كذا هل هو كذا ووجدوا نتيجة غريبة جدا جدا ان اكتر شخص محبوب في الفصل كان اكتر شخص بيعبر عن حبه لزميله اكتر شخص بيعبر عن حبه للاخرين بتلاقيه محبوب بتلاقيه انه لما يشوف حده يبقى وشه هاش وباش ومبتسم مش يا ساتر فلان الفلاني حتى ولو هو من جواه في امور مدايقة من هذا الشخص لكن برده برده بيحسسه انه بيحبه بيحسسه انه متقبله عايز تحصل على صداقة كويسة ابقى انت صديق كويس فدايما دايما في الناحية الاجتماعية اعطي ما تريد ان تحصل عليه نطلع بقى بعد كده للفل بعد كده اللي هو ايه مستوى الانا و موضوع الانا والاجو في علم النفس والناس اللي منكم درست علم نفس مثلا يعرفوا انه فيه بلبلة وفيه تطور في الموضوع ده عرست والحكماء القدام لما تكلموا عن الاجو اتكلموا عنه على انه شيء محايد شيء عادي شيء موجود الانا وايجو بللتيني معناها انا يعني هذا الكائن الذات بيسموه بقى في علم النفس الذات انا لكن يعني انشق عنها مصطلح الانانية فبقى مخنا مرتبط بالجهة دي اكتر الجهة السلبية اكتر في موضوع الانا ان هو انا اناني انا عايز كل حاجة لنفسي انا ما بحبش ادي حاجة للاخرين وده يعتبر مرض نفسي وحاجة تانية كده لوحدها لكن احنا لما بنتكلم على مفهوم الذات كل واحد فينا طبعا لازم يهتم بذاته جسمي روحي اللي جوه شكلي كلامي اهدافي متطلباتي احتياجاتي ففي المستوى ده بقى بيبقى فيه احتياجات التقدير عشان كده حتى يعني في التراجم بيسموها مستوى التقدير ان انا مقدر نفسي ان انا مبسوط من نفسي ان انا راضي عن نفسي ان انا عندي ثقة بالنفس عندي تقدير لللي انا بعمله واللي انا بقدمه وحاسس كمان بالتقدير من اللي حوالي دايما تلاقي الام اللي ما حستش بتقدير تجاه اللي هي بتعمله بتتكلم على التضحية وانها ضحت حياتها ولكن انا مثلا على سبيل المثال انا عمري ما سمعت لفظ التضحية ده من جدتي خالص مع انها اعطت واعطت كتير جدا 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 فكرت لقيت ان السبب الاساسي ان هي كانت حاسة بالتقدير من اللي حواليها حاسة بحب بولدها وتقديرهم لكل التضحيات اللي عملتها حاسة من عائلة من عائلة جدي التقدير ان هي وقفت جنب ابنهم وسندته وساعدته وضحت كتير لكن هي نفسها عمرها ما استخدمت لفظ التضحية علشان تتكلم على الحاجات اللي هي كانت بتعملها وكانت بتقدمها ليه لان هي حاسة بالتقدير لكن بقى الام اللي بتقول تعيط كتير وتتكلم انا ضحيت انا ضحيت انا ضحيت لان هي ما حسيتش بالتقدير فمش حاسة انها خدت مقابل الحاجات اللي هي اعطتها فالمستوى ده برضو مهم جدا لرضانا ووجود الحافز من جوانا اني احس بالتقدير من الاخرين ما هو شيء طبيعي ما انا لو حسيت بالتقدير من الاخرين هقعطي وهدي وهمنح كل اللي حوالي الحب والاهتمام والعطف وكل الكلام ده في نقطة كمان مهمة جدا في المستوى ده هو الاحترام وبرضو في المستوى ده وبرضو القاعدة الذهبية اعطي ما تريد ان تحصل عليه علشان اجني الاحترام من الحوالي لازم انا كمان احترمه علشان يعني اكون انسان محترم لازم اعكس ده ويمكن فيه فيديو انا عاملاه اللي هو ازاي تحصل على الاحترام فيديو حلو جدا جدا انا هحطه لكم من ضمن الفيديوهات المفيدة تحت في الدسكريبشن بوكس تحت الفيديو ده يعني ازاي انت بتاعكس من جواك انك بتحترم نفسك وبتحترم الاخرين وعامل حدود معينة في التعامل ما بينك وبين الاخرين ان انت ما بترضوش ان حال دي ياخد حقك بس في نفس الوقت ما بتاخدش حقوق الاخرين كل الكلام ده في الليبل ده فده يخلينا نفكر انا فين في الليبل ده هل انا عندي احساس بتقدير الذات لا ما عنديش ابتدي اشتغل عليه شوية ليه انا مش مقدر نفسي ليه انا مش حاسس بانجزيتي هل انا عندي ثقة في نفسي لا برضو ثقتي في نفسي مضعضعة شوية برضو ابتدي انمي ثقتي بنفسي وافكر في الموضوع ده اكتر واكتر واتعلم واحط نفسي في تجار وبتزود ثقتي بنفسي هل انا حاسس بالاحترام انا بحترم نفسي طب انا بحترم الاخرين طب الاخرين بيحترموني فالليبل ده نفكر كده عشان احفز نفسي لازم اكون استوفيت احتياجات التقدير في الليبل ده لما نستوفي بقى كل الليبلز دي الاربعة اللي هي احتياجات النقص وما يبقاش في حاجة منهم نقصة في حياتي هيبقى عندي الحافز الداخلي ان انا انمو انا مقدرش افكر بابداع وانا مش مش لاقي احتياجات الاساسية احيانا احتياجات النقص بتدفعنا للابداع والابتكار اني الاقي فرصة لنفسي علشان ازود دخلي ان انا افكر في حاجة كويسة ولكن دي بيبقى تفكير مؤقت عشان احل مشكلة ما لكن الابداع الحقيقي الابداع الحقيقي بيبقى لما ابقى عايز حسن واتور واني اوجد حلول مش للمشكلات الاساسية لا لمشكلات اعمق كمان فمقدرش اعمل الكلام ده وانا مش مستو في اللي تحد كمان في المستوى ده ان انا ليه بصمة ليه تأثير في نتيجة كويسة للشغل اللي انا بعمله وتاني بكررها مقدرش هنط للمستوى ده قبل ما استوفي المستويات اللي قبل كده مقدرش افكر في ايه تأثيري على الاخرين قبل ما افكر ايه ده هل انا مستقر في حياتي هل انا حياتي كويسة هل انا مستوفي احتياجاتي الاساسية هل انا عندي مجتمع بحبهم وبيحبوني الكلام ده لما استوفي الكلام ده ابتدي بقى افكر بجدية ونفذ المستوى اللي بعد كده في المستويات اللي تحت افكر بقى في راحتي افكر في عملي وتأثير علي افكر في نومي واكلي افكر في ديرة علاقاتي هل هي علاقات كويسة في حياتي ولا علاقات يعني بتقود راحتي وبتخليني اعيش حياة سيئة افكر في بقتي الخارجية اللي انا عايش فيها هل بيئة مستقرة جميلة مرتبة بتيسر الاحساس بالراحة الجسدية والنفسية ولا لا دي كلها تحت احتياجات النقص ان انا اضمن الاول ان ما فيش نقص في هذا في هذه الليفل في هذه المستويات وكمان لو عايزين نحفز اي حد سواء ابننا اي حد بنشتغل معاه نفكر برضو في المستويات دي يا ترى هو في علاقتنا مستوفي هذه الليفلز ولا لا تقص تلاقي الابهات والامهات بيعير ولادهم انت بتاكل احسن انت بتلبس كذا انت بتلبس كذا يمكن يمكن هو مستوفي الليفلز دي لكن عنده مثلا مشكلة في الليفل مثلا بتاع الامان تعاملنا معاه مش محسسه بالامان والاستقرار او عنده مشكلة في الليفل اللي هو احتياجات الانا او احتياجات التأدير دايما في تعاملنا معاه بنستهن دايما بنقوله كلام بيجرحه دايما ما بنحسسوش ان احنا وثقين فيه وان احنا مقدرين اللي هو بيعمله فنشوف يمكن الليفل ده قبل بقى ما نطلب منه انه يطلع ليه ليفل تحقيق الذات وينجح وينجح في حياته الليفل اللي تحت منه اللي هو التأدير فيه مشكلة ان كلامنا معاه مش نديله احساس التأدير انه ما عندوش ثقة في نفسه فبالتالي بيعمل حاجات عشان يداري على نفسيته الخريبة الفضية اللي جوه او ان احنا ما بنحترم مش ولا نظهر له الاحترام قدام الاخرين فمدام عنده الليفل ده مدعضع واحنا في الليفل ده مدعضعين مش حقدر افكر في الليفل الاسمة والاعلى اللي هو تحقيق الذات ارجو ان انا اكون شرحت الفكرة هرم مصله كويس وازاي ان احنا نقدر نطبقها على حياتنا ونحفز انفسنا بانفسنا التولز اللي انا بقولها لكم ده ادوات انا نفسي استخدمتها وطبقتها في حياتي وحتى كمان استخدمتها مع اولادي ومع الناس اللي بشتغل معاهم وبشتغلوا معايا ده غير طبعا العملة اللي اشتغلت معاهم مهنيا العلم حلو جدا جدا لما نستفيد منه ونفعله في حياتنا وما نقولش ده دش وخلاص لان الحاجات دي ممكن فعلا نطبقها ازاي بقا هنطبقها دلوقتي احنا نمسك وراء وقالة وتمسكوا كل مستوى من مستويات هرم ماصل وتشوفوا انا فين في المستوى ده ومدى رضاية عن المستوى ده او هل في حاجة في المستوى ده بتكون بتأثر حتى لو انا مش واخد بالي دلوقتي ابتدي الاحظ ورائب وشوف وكل مخلص مستوى اطلع للمستوى اللي بعد منه قريب اوي 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 هنكون كلنا في مستوى تحقيق الذات وكلنا هنكون بنحلمنا وبننجح وعند اهم حاجة اهم حاجة ان عندنا القدرة ان احنا نحفز انفسنا بانفسنا اشوفكم الفيديو الجاي بس قبل ما سيبكم ياريت اعملوا لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة